اشتركوا في القناة ترامب يهاجم إدارة بايدن ويلمح إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة الثالثة صباحاً الواحدة بتوقيت جرينج موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي اتمأن خلال الاجتماع على إجراءات استئناف الفصل الدراسي الجامعي الثاني وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية وأضف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تابع كذلك الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي والميكانة بالجامعات الحكومية موجهاً بالإسراع في استكمال البنية التحتية المعلوماتية لتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد عن 114 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وبحسب الإحصائيات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من مليونين وستمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وأشارت رويترز إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من مائتين وعشر دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019 كرس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول خطاب له منذ مغارد دارته البيت الأبيض للهجوم على سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن وخلال كلمة أمام الملتقى السنوي للمحافظين توعد ترامب الديمقراطيين بهزيمة في الانتخابات القادمة فيما يعد إعلاناً ضمنياً عن خوضه سباق الانتخابات القادمة مبيناً أن الحزب الجمهوري سيعود أقوى وفيما يخص السياسات الخارجية لبايدن أكد ترامب أنه كان يسعى لإنهاء حروب الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق على عكس بايدن الذي يعيد الجنود الأمريكيين إلى هناك وأضف أن إدارة بايدن رفعت العقوبات عن إيران من دون مقابل وعادت لاتفاق باريس للمناخ رغم الخسائر التي تتكبدها الولايات المتحدة من دون بقية الأطراف في الاتفاقية أدنت الولايات المتحدة بشدة هجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في السعودية مشيرة إلى أن هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب بل تهدد أيضاً آفاق السلام والاستقرار في اليمن ودعا بيان للخارجية الأمريكية الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتين جريفث والمبعوث الأمريكي الخاص تيم لاندر كينغ بهدف إحلال السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني وأضف البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الطويلة مع السعودية ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران ذكر مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق وأسقطت معظمها وأوضح المصدر أن إسرائيل نفذت عدواناً جوياً من اتجاه الجولان المحتل واستهدفت مواقع في محيط دمشق أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 جاهزية مدينة سيرت لعقد جلسة مجلس النواب الليبي ومنح الثقة للحكومة وقالت اللجنة إنه تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة كافة أن ما كان الاجتماع بمدينة سيرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها شايدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز وفي نهاية نحيط علم سياداتكم بأن تردد أكستر نيوز الجديد هو 11.785 ومعدل ترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب رأسي شكرا لكم ونقاكم من جديد على رأس الساعة